بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم نعرضه على ال ونكلم على العضو مهم جدا هي غدة liver detoxify blood تخلص من مواد السماء لموجوده في الدم stores iron الخزن الحديد الموجود في المادة الغزي نتيجة تكسير قولة الدم الحمراء يخزن كمان بالفيتامين زي A والD والE والK وبعض الفيتاميات الأخرى يضوفوا المياه زي mix plasma protein زي albumin والfibrinogen store glucose store glycogen ولما يبقى فيه جسم محتاج يتحول الجلايكوشن يحوله للسكر الدم ويطلع الثاني في البلد produce ammonia انه بتخلص من مادة السماء اللي هي الأمونيا اللي يحولها لمادة أقل السمية اللي هي اليوريا بروديوس البايل جوس بيستخدم البايل جوس ويكونها طبعا وينتجها ويخزن الزيادة فيها في البايل الجول بلادر اللي بيستخدم كمان الكوليسترول له علشان يكون أملاح الصفراء اللي هو صدو مبتسم طورو كوليت وصدو مبتسم كوليت بيستخدم الكوليسترول وبتالي وبينظم الكوليسترول بيستخدمه في تكوين البايل جوس رقم ثمانية بيكسر كوليت الدم الحمراء يطلع منها الحديد ويخزنه داخل الليفر اللي حين يستخدمه لذلك الحديد أو الكبد مصدر من مصادر مهمة للحديد في الغذاء يعني يبقى ده اللي بيحصل إن ده برضو بوضح دور الليفر ديستروي الالد بلود سيلز عشان كده إكسكرت البلوريوبين يطلع صفغة الصفراء والبلوريوبين ده بيطلع فيه البلود بريك داون البرودكتس أو هموغلوبين إن ذا بايل ده اللي هو عبارة عن تكسير أو ناتج من تكسير الصفغة الدم اللي هي هموغلوبين الموجود في كرة دم الحمراء وده يعتبر ليفر برودكت برضو ديتكسفاي البلود بايل رموفين ان دميتابولايزين بوضنس سبستانسيز يعني بيتخلص من سمية الدم والقسم بشكل عام بأنه بيعمل عملية ويعمل تكسير للمواد السامة بيخزن الـ الـ والووتر سيلبل الفيتامين زي الـ والفات سيلبل الفيتامين اللي بدو في الدمون زي الـ والـ 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 من الأحماض الأمنية طبعاً استورز الجلوكوز بعد الواقبة الغذائية بعد الواقبة الغذائية و تبريكس الجلوكوز لتحضر الجلوكوز الـ بين الواجبات لقدم مستوى ثابت السكر دائماً يطلع من الليفر من الجلوكوز اللي متخزن جواه الليفر أفتار بريكينج أمينو أسيد لما قلنا أن احنا عندنا يطلع من الأمينو أسيد يطلع مجموعة الأمين تتحول تبقى اليوريا واليوريا بعد كده اثنين جزئين من اليوريا مع جزئ سانركسولي الكربون بيتحول تبقى اليوريا أقل سمية طبعاً من الأمونية طبعاً كمان ويحاولها البعض أملاح الصفراء عندك فاصلين أساسيين في الليفر والكبير والليفت هو صغير بيفصلهم حاجة كده بسموه أو الروبط يعني قويبات صغيرة وهو قيبين كده على مينو الشمال فاصل يمين وفاصل مينو في الصيصات كبدية دي الوحدة التركبية والوظيفية زرار دي الوحدة التركبية والوظيفية بين الليبيلز يعني هنا ده ليبيلز وده ليبيلز وبعضها كده تجيوبها صغيرة تلاقي هنا في الحيز ده بيسموه الحيز البابي او الحيز البابي بسموه بورتال اسبيس كل بورتال اسبيس هتلاقي فيه بورتال تريادز والبورتال تريادز اللي يعبر عن ايه دي بتتكون من ثلاثة ركيب تقع ما بين الفصيصات اول حاجة فيهم خالص ان يبقى فيه بايل داكت يبقى فيه قناة اسمها بايل داكت المجرى الصفراو دا او القناة الصفراوية زي تيكس بايل اللي بتاخد البايل اوهي فروم دا ليفر and the بالز امرج وبعد كده القناوات دي تتحت مع بعضها توفورم اذا كومون هباتك داكت المجرى الكابدي المشترك او القناة الكابدي المشتركة بعد كده فيه كمان فرع من الهباتك بورتال يبقى فيه كمان اللي هو طبعا بيجيب الدم الغاني بالأكشوجين إلى اللبن لازم كمان يبقى فيه كمان فرع تاني من ايه من الهباتيك بورتال اللي هو الوريد الكابيدي البي الهباتيك بورتال البرتال فين دايما عشان تقول البرتال فين الوريد اللي هو البابي فيه الفن العادي والبربر فين بيبرينج ذا بلاد فروم زا تيشو لو قلت لك اللي هو دا فين فين عادي خالص يبقى برينج ذا بلاد فروم زا تيشو تو ذا هارت لكن اما قولك ان التيشو فيه بلاد والبلد دا جوتو انازر تيشو يروح للتيشو تاني في الحالة دي بقوله على الوريد دا بورتال فين قول عليه بورتال فين زا ما قولك النيترينج جاية منين المادرغ زاية جاية منين جاية من الانتستن راحة المين راحة للكبد يبقى مين اللي هيوصلها الهباتيك بورتال فين وليس الهباتيك فين الهباتيك فين بعد كده هتلاقي البايل جوس عن طريق لو انت جدت بصك هتلاقي عبارة عن جواهيبات دا واحد منهم هو اللي هو دا بص منه لو كملتوا كده هيبقى جوا كده على طول فيه الوريد المركزي اللي جايله على طول برانشز اف هباتيك ارتري دا فرع من الشريان الكابدي واناظر برانش فرون ذا هباتيك بورتال فين والبايل داكت التلاتة دول اسموه بورتال ترياد جاية من تريبل يعني البورتال تريادز دول بين اللي بولز دا ما موجودين في البورتال اسموه طيب دا البورتال فين ترانس بورتال نتران from the intestine to the liver طيب الهباتيك ارتري ترانس بورتال أوكشن ريشي بلد to the liver and البيض داكت كوليكت زبائز from زبائل داكت to between the spaces يعني from the cell to the بالدكت and from the بالدكت merge to form common هباتيك داكت يبقى البلد دلوقتي بالنسبة للبلد هتلاقي البلد كله داخل كده بالشكل ده متجه الى central vein بعد كده central vein يتجمع مع بعضه ويديك الهيباتيك فين ده البيل الهيباتيك داكت اللي جاية من الليفت لوب وده من راية لوب يتجمع مع بعض بيه common heepاتيك داكت الكمون هيباتيك داكت اللي تتحد مع ويديك مع بعض في الاخر المجرى الصفراوي المشترك وهو عبارة عن اتحاد القناتين الجايين من الكبد والجايين من الحوصلة الصفراوية بيفتحها لبطول في مع بعض مع قناة مشتركة مع البانكرياس في فتحة مع بعضهم البعض الفتحة الرئيسية او القناة الرئيسية اللي جاية من البانكرياس بتوصل طبعا البانكرياتيك جوس باي كومبلكس متابوليك باثوي احنا قلنا ان الكبد بيتخلص من المادة السامة واعموم طبعا الايه الامونيا وغيرها طبعا عن طريق ايه انو بيعمل اتحاد ما بين اتنين من الامونيا مع واحد مجزئة من كربون دوركسايد وديكسي دابل بندق او ان اتشي تو ان اتشي تو اللي هو اليوريا يوريا از ايجوال اه نيتروجن اصفوست برودكت دي المادة الطبيعية الاول العادية اللي بتخرج نتيجة الايه اه الايدن المادة واحد من المادة الايه اللي بتحتوى على النيتروجين فدي المادة النيتروجينية اللي بتخرج وغالبا طبعا تخرج من الامينو اسد اه وتكسرها في جسم الانسان تعاني بعد ما يحصل لها تكوين في الليفر ده البورتال اه surface سيركيت او البورتال سيركيت او الهباتيك بورتال سيركيت ودي يعضح لك طبعا ده الانتستن وقلنا يحصل في absorption لنيوترنت والنيوترينت على طولوا Asorbent product of digestion النيوترينت وبعد كده النيوترينت اللي حصل 향 ده absorption هنا في الانتستن عن طريق الهباتيك بورتل ده توصل لمن؟ توصل لليبر يبقى from tissue to the tissue from the stomach to the tissue برضو يبقى intestine أو the stomach to the tissue يبقى from tissue to the tissue يبقى على طول ده بورتل يبقى ده الهباتيك بورتل بعد كده بعد كده بعد كده modify the blood contents determine which enter the cell enter the blood so it is a monitoring is a blood contents ده اللي بيحدد محتويات الدم blood enter the general circulation بعد كده طبعا الدم بيرخل بقى بيسيب الليفر ويرخل بقى للدورة الدموية اللي هي الكبيرة العامة يعني الكبيرة اللي فاها الهباتيك مش بورتل يعني ومن الهباتيك بين ده اللي هو خارج من الكابل ده يطلع يصوب بالدم فين في الهي inferior vena cava والinferior vena cava ده اللي بيجمع بيجمع دم منطقة الخلفية من الجسم وبيصبه طبعا في الريت آآ أتريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته